موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أملاك زهرة لكن لا أحد في البيت الآن فرصة مناسبة لتفتيش مكانها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 بنت زهراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايها اشتركوا في القناة 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 انا اعزف ما يسر قلبك ارحل الان معا نرى كل شيء يأتي اشتركوا في القناة باسم ها هنا تبدو اقصر مما اذكر يا باسم اما انت فلم تكبري قيدة ملة يا رفقة حسنا لسنا هنا كاعداء لا لكننا لم نتقاعص عن ساعة التدريب قط تقول روشان انك من هذا المكان شيء من هذا القبيل لقد عشت هنا فترة قبل ان اغادر الى العنبار لا يختلف هذا المكان عن اماكن اعتدتها الاغنياء يمسحون قدرتهم بثياب الفقراء هذه الكرخ التي اتذكرها لم تعود الكرخ التي تعرفها لقد كشفت رفقة حيا يشوبه الفساد اشد من المعتاد تشيع الاخبار عن مضايقات المسؤولين ومصادرة السلع والتحكم بها نعتقد ان ثمت من يسيطر على الحي هنا دعيني اخمن التنظيم ثم تمزاد سنوي يقام دائرة المال حيث يتباهى فيه لابسو الحرير بثرواتهم وطبعا هذا الحدث يقتصر على المدعوين وقد يقوم بحضوره احد اهدافنا ما يعني دخول المزاد والعثور على الشخص المسؤول عن هذا ممتاز تتعلم بسرعة تجدين صعوبة في المواكبة؟ قد نجد ادلة اذا تتبعنا جذور المشكلة سأريك اين يعدون الشراب لنلتقي عندما تستعد رفقة هل لديك بعض الوقت؟ عندي بعض الاسئلة سل ما تريد ماذا تعرفين غير ذلك عن دائرة المال؟ انه مكان منسق للاغنياء لاستعراض مالهم الوفير هل يتكرر مثل ذلك الحدث هنا؟ يقول التجار انه يقام مرة في السنة لكنني متأكدة ان حفلات الاثرياء لا تتوقف ماذا ايضا؟ ماذا علمت عن الكرخ؟ اريد رؤية الامر بعيون جديدة الفساد والفقر هما ما اعتدت عليهم لكن السوق مكان حيوي التوابل والمواد والادوات ايضا اشياء كثيرة يمكن اختبارها هل تفكرين في الاستراحة بهذه السرعة؟ على رسلك اعرف اين ينصب تركيزي ماذا ايضا؟ انك تعرفين بعض الامور عني وعن المكان الذي اتيت منه ماذا عنك يا رفقة؟ منذ متى وانت تريد معرفة المزيد عني؟ بحقك اننا في الصف نفسه لا ضرر من التعرف على من يعمل المرء معهم حسنا انا لست من هنا لكن لنقل فحسب ان عائلتي لن تكون غريبة في حدث كالمزاد الكبير عائلتك ثرية؟ بشكل مخزن عندما كنت طفلة لم يرقني التألق والتأنق والتهذب قط كان الامر خانقا للغاية كل ذلك تبدل عندما خرجت من عتبة بواباتنا ذات يوم ورأيت حقيقة العالم لم ارجع منذ ذلك الحين ماذا ايضا؟ لا مزيد من الاسئلة شكرا يا رفقة تحياتي اهلا ومرحبا هل ابتكرت اي ادوات جديدة؟ تفضل ارأيت ما يكفي؟ ما الجديد في الورشة؟ ألقي نظرة اهذا كل شيء؟ ربما يمكنك تطبيق مهاراتك هاك ما لدي لا شيء آخر؟ أنا مدين لك إلى اللقاء معلمتي أمستعد يا باسم؟ الكرخ ينتظر مستعد لنتحرك اتبعني أفكرت أنك سترجع هنا إلى الكرخ؟ لا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع وكونت صداقات مع الفئران والصرصير بعض الذكريات طيبة لكن أكثرها مريرة تساهم الذكريات في تشتيتنا نشر التنظيم نفوذه في كل شق من المدينة وحولوا بغداد إلى مزرعة لهم سيتغير ذلك تثقل المسؤولية كواهلنا أفد التنظيم تصيب الكرخ ولا يستطيع أحد سوانا مداواتها كيف تأقلمت رفقة مع الكرخ؟ إنها لا تحب السياسة لكنها مضطرة لأداء واجبها لا يحب أحد الكرخ لأول وهلة التنازع في التجارة الهوس بالمال العطور الناس هنا سعداء ببياعهم في نعيم جاري جنة لا يتحمل كلفتها سوى الأثرياء وغالباً الفاسدين هيا كدنا نصر مرحباً بعودتك إلى الكرخ لا تزال رائحة التوابل تعبق بالجو كيف كان شعورك عندما قتلت نفساً لأول مرة؟ بالكاد أتذكر كان رجلاً عرفته جيداً فيما مضى قبل كل هذا قبل المستترين ألا تتذكري؟ دفنت ذكرياتي بجواره ورفضت أن يطاردني موته كما طاردتني أنفاسه وهو حي لن أدعى الماضي يحدد هويتي لهذا أعتبر نفسي الآن بنت لا أحد إن لم نخمض العاصفة التي بداخلنا في يقظتنا فستدركنا في أحلامنا كما حدث معك أنت وجنيك وصلنا السوق كما قالت رفقة مر الحراس من هنا وكسروا القوارير وحطموا الصناديق ما سبب هذا العدوان؟ لنكتشف ذلك سمعت أنهم يصادرون السلع الأجنبية التي يأتي أكثرها من الطريق الشرقي الطريق الشرقي أعتقد أنني أعرف شخصا يمكنه المساعدة قد مر وقت طويل آمل أنه لا يزال موجودا حتى الآن ستسعدني رؤيته مجددا لا تدع حنينك للماضي يحجب عنك واقع الأمور باسم لن أفعل أعلم أن الأشياء لا تبقى على حالها لقد مر وقت طويل ترى ما الذي قد تغير في الأرجاء هنا ربما يجدر بي زيارة صديق قديم هناك أحد أباء الثعابين علي تقلل يجب أن أخرج من هنا يجب أن أتعلم يا إلهي لا يا إلهي لا يا إلهي لا كترات النهو ألعنص عليك يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي ألست الذي على المنصداد توقف أيها السيطان أمو غدا يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي تستمر الشرطة في اعتراض الطريق هل يمكنك المساعدة في تكمينه؟ ما هذا؟ أحيالي تقديمي ترجع أغرب عن وجهي أيها المجنون يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي أ أيها المدكسة يا إلهي يا إلهي أنت الوصد في نرا و ديرها لم يقصر هتفقد لم تنحون لنا كان عليها أن تدفع لهم عندما هددوها أول مرة لقد صرت أكثر لشد الأنفس أنت تحصل الضريبة الجديدة المفروضة على مكاجرنا التجارة ليست سهلة مكسوم محطم تماما هؤلاء الحراس لا يعرفون مهام الرحل عبي أتعلم ما الذي يحالونه بتاجر بيعت ما يكفي من وقته يستغلق هذا وقتا وهذا الأمر لا يكاد يوصح القطعة النقدية التي يدفعونها اقطع إصبعا ربما هذا ليس الشيء اجل هل ترى اه اه ايها بل يساك عملا للقدار وشكرا لك شكرا سيدي ماذا فعلت حتى تتعرضي إلى مثل هذا العدوان من الحراس لم أفعل شيئا إنما تنقصن النقود إنها طبيعة التجارة لكنني لا أملك الوسائل اللازمة لسداد ضريبتهم هل تباع سلاعك ببط؟ لا لكنهم زادوا قيمة النقود المطلوبة في الآوينة الأخيرة هذه هي المشكلة لم تزدد عليك وحدك بل على الآخرين كذلك زادوها غالبا على أشخاص مثلنا ليسوا من هذا المكان أو مختلفين في العقيدة بات الشعور بالأمان في الكرخ صعب لدي شحنة متأخرة أخشى أن الحراسة قد صادروا سلعي وجمالي كنت أنتظر وصولها مع بعض التجار القادمين إلى دائرة المال هل لا تزدي إلي معروفا يا صديقي وتبحث عنهم من فضلك؟ حسنا إنهم على امتداد الطريق المؤدي إلى بوابة بغداد الجنوبية آه قد ألحق بهم عند الينبوع على امتداد الطريق الجنوبي شكرا يا سيدي الطريق الممتد جنوب بغداد ربما أهثر على التجار العالقين أيها الأهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على رسلك قاتلت للمجا اكبح جمع وقد قتلت ببعض هيا هيا لماذا لا تحسن التصرف هل تحدث ايه ثك شكرا شكرا هيا شكرا 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 استطلع المنطقة يا انجي لابد ان ذلك المخيم يضم التجار يا افترض بالتجاري ان يكونوا على هذا الطريق ربما لابد بمرتفع الجبلين مكانك من هناك جاء السلام عليكم لقد ارسلتني صديقة لكم قلقة على سلامتكم بعدما حدث للحصان من حقها ان تقلط لكننا لا نعرف ماذا نفهم من هذا دعوني اساعدكم لعلي استطيع اكتشاف ما حدث سنكون ممتنين لابد ان الجاني قد ترك دليلا اثار اقدام واثار دمام لقد نقل رأس الحصان الى وسط المخيم حصان الجميل لقوم ملاكا من عصاه يقدم على فعلة فضيعة كهذه لا تنظر الي لم ارتكب مثل هذه الفعلة النكراء هل كان هذا حصانك؟ لقد اخذه حادث الان الى جانب القلق بشأن عطش بغداد السخيف الى النقود لابد ان اقلق الان على مشيتي ملاكا اه ارقد في سلام يا لقوم ماذا حدث هنا؟ حدث الامر في ظلام الليل لم استطع الرؤية جيدا لكن رأيت شخصا على ما اظن لا يمكنني الجزم نعم نعم اعتقد انني اعرف ما حاز نعم نعم هذه رسالة تهديد يحاول أحد منع وصولك إلى وجهتك لا من عساه يقدم على شيء كهذا ليس لدي أعداء ولا شحناء قد تكون هناك مصائر أبشع إذا وصلت السير في هذا الطريق لأراثق عصبتك إلى البوابات ستفعل هذا من أجلنا؟ شكراً بارك الله فيك بسرعة أبعدنا عن هنا لنتحرك المدينة ليست بعيدة للغاية هيا علينا مغادرة هذا المكان بسرعة كان علي البقاء في البيت أين ديارك؟ أتيت من بلاد الإغريق غرب هذا المكان وراء لي كنا ننقل بصحبة حصان لجوم سلعاً من بغداد وإليها يا للمدن التي زرناها القدس والبصدر وسامراء نفسها يخبرني صديقك التاجر أن هذه السلعة متجهة إلى دائرة المال نعم المزاد الكبير حدث ضخم ما يعني أن متطلباته أكبر أتنوي حضوره إذن؟ حضوره؟ أتمنى فقط لو كان لدي ما أنفقه من النقود إننا نوفر المؤنى اللازمة للتحضيرات فحسب موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة يقدم الحراس تقريراً لشخص يدعى العمقاء هذا يؤكد شكوكي يا للهول أمن الممكن أنهم مرسلون لقتلنا؟ على الأرجح هذا ليس عجيباً أعلن اعتراضنا على الخلافة والضرائب الجائرة قد يكلفنا الأمر رؤوسنا لكن الساكت عن الحق شيطان أخرس إنهم لا يحبون هذه المعارضة لن أندهش إذا جعلوا منا عبرة للآخرين ممن قد يحاولون فعل الشيء نفسه وصلنا بغداد أنتم آمنون الآن هل هذا إنك رائع؟ شكراً لك لقد وصلنا شكراً لك يا سيدي بغداد ليست آمنة يشاع في الأسواق شيء عن تجار جرهم من متاجرهم أسمعت بظلم كهذا؟ تقول الشائعات إنهم يستهدفون الذميين أي التجار من غير أهل هذا المكان يريد العباسيون حصة في جميع التجارات بوجود النقود فأرواح الناس أمر هيا الرسالة التي تركها الحراس كانت من شخص يدعى العنقاء إنه الشخص المسؤول عن الهجوم جبات الضرائب عند الحراس اسمهم العنقاء هذا غريب فعلاً أليس طائر العنقاء أنثى؟ أخبرني باسمه وأين يمكنني العثور عليه سهيل يسكن في قصر غرب الكرخ لا أظنه يعمل بمفرده شكراً يا صديقي وفقك الله حاسبت قال لا شيء هنا من أجلك أعرني عني ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الضرائب قد سددت جاب الضرائب لا يعمل بمفرده هذا شخصا ليس من بغداد يتحكم في الخيوط ثمت رائحة على الخطاب عدت ورد مع حديد هم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحصار عند الميناء ممول من نقود الناس انتهيت من هذا المكان لنحقق الآن في دليل آخر اشتركوا في القناة 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 سيمتون جزاء هذا كل واحد منهم حان الوقت سيمتون جزاء سيمتون جزاء اشتركوا في القناة اخبروا في القناة اشتركوا 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 في القناة يمكن أن تساعدني مهاراتك ألقي نظرة أرأيت ما يكفي؟ ما العجائب الجديدة التي أبدعتها؟ هاك ما لدي أهذا كل شيء؟ رائع أشكرك يا صديقي ودعا أرني الطريق أمامك ينتظرني علي عند البوابة لأذهب معه إلى جرجراي يبدو أن ذلك الطفل قد وضع نفسه في موقف صعب سوف يلوموننا الفتى متسلق جيد سأقفز إن اقتربت أدعى باسم وقد تسلقت إلى هنا دون التفكير في العمر مليا أيمكنك مساعدتي على النزول؟ عندما كنت في مثل عمرك ارتكبت كل أنواع الحمقات لأنال إعجاب أصدقائي لم أفعل ذلك من أجلهم فعلت ذلك من أجل المستترين آه، المستترون لا يؤمن الجميع بهم لكنني أفعل إنهم حمات الناس الحقيقيون هم الذين ثأروا لأمي لا الخليفة ولا رجاله المستترون هم من فعلوا ذلك فهمت هل كنت تظن أن التسلق إلى هنا سيجذب انتباههم؟ سمعت أنهم يقفزون من علو شهق دون أذى لكن لا يمكنني فعل شيء ما لم أرى شخص يفعله أولاً أيمكنك فعل ذلك إذا شاهدتني؟ ابقى بالأعلى حتى أريك كيف تفعل هذا ترجمة نانسي قنقر أترى؟ لما تأذى؟ دورك الآن لا أستطيع بل تستطيع لا تفكر كثيراً في الأمر تحتاج ببساطة إلى التحلي بالإيمان أنا بخير أمهلني لحظة هل أصبت؟ لا أنا سليم إنك تتعلم بسرعة أخبرتك يمكنني فعل أي شيء إذا رأيته أولاً إنها موهبة ثمينة اتبع معلماً جيداً في المرة التالية التي تجرب فيها شيئاً بهذه الخطورة يمكنك تعليمي لست معلماً ما زال أمامي الكثير لأتعلمه لا إنك معلم جيد تعلم بالفعل لا بالقول أأنت؟ ابحث عني حين يشتد عودك حينها سنتحدث يجب أن أتحدث واو كان مذهلاً هيا يا هيثم قبل أن يمسك بنا المؤذن أنا قادم موسيقى 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 أخبرتك موسيقى موسيقى ما رأيك في موقف الإغرتيين من المسيح؟ موسيقى 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 النجوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما تشاء اشت في الشوارع قبل ولم استجب لاحد غير لكن لي لم اكن حر والان بينما يملي عليك الاخرون من تكون اتنعم بحرية اكبر لا يمكنك ان تفهم بل لا افهم اكثر منك هناك شخص آخر من يكون علي انت هنا الحمد لله اعرف انك ستثأر لنا يا علي لا دعني اهترس اذا كنت حرا حقا فلما يدور الصراع داخلا ماذا تعني لا يوجد صراع عرى ان هناك صراعا بين ما تفكر فيه وما تشعر به لن تعثر على الحقيقة ابدا ما لم تكن صادقا مع نفسك اولا لا يمكن لأحد ان يعرف ما يفكر فيه شخص آخر لا يمكن لأحد عادي لكن انظر الي انا لا انصاع لأحد ولا يحكمني احد اود ان القي نظرة في الانحاء قبل عودة بيشي الى جرجرايا مع الجثم سيكون هذا تصرفا حكيما الناس هنا غاضبون بالفعل ستسوء الامور بعد الدفن هناك مقهن بالجوار ومرتادوه يثرثون قد تسمع شيئا هناك عمن يختطف رجالنا وماذا ستفعل؟ لدي تحقيقات خاصة لاجريها قابلني هنا اذا اكتشفت شيئا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحباً كان النجد في جعفر رائع أو اطلع على مجموعة الشاي المنتقات بعناية لدي ألعظم في بلدان مرحباً يد هذا كالمقهى الذي ذكره عليه إنه بارد أحضر لي غيره وسخنه هذه المرة هذا سيدي أعتبر بشدة يختفي عبيد زنج ممتازون ويبقى أشحاص بلا كفاءة مثلهم لا يتقص الأمر اسكت وأحضر الشاي سمعتك تقول إن عبيداً قد اختفوا من أنت؟ كيف تجرؤ على التحدث إلي؟ اغرب عني ربما تغير عملة من رأيك كيف تجرؤ؟ ماذا تقول؟ مهلاً من أين لك بمثل هذه؟ حسناً هيا أسرع قلت إن عبيداً من الزنج قد اختفوا لا أفهم ما علاقتك بالأمر لكن أجل شخص غريب من أولئك المتمردين كان يقلقل العبيد وبعد أن تحدث إليهم اختفوا لا شك أنه أحد معارفي علي بن محمد مثير المتاعب هذا ما أعرفه ارحل قبل أن يراني شخص ذو شأن أتحدث إلى شخص مثلك أيها الناس اسمعوني جيداً هتخشون فرض أطفالكم؟ هتحملون همراً حقهم؟ سناشدكم خديفة أن تلترسوا المشهورة في عمل الشيخ الراسي أطفالكم أيها الناس أزر همراً في مرستان أطفالكم أطفالكم ماذا لو أصبركم المرضي لتفريكم إلى البقين والحاج وإلى الرجل الذي ليس لديه طبيب يعوده اسمعوا وتفهموا نشر الشيخ الرازي رسالة جديدة من لا يحضره الطبيب ابحثوا عن أعراضكم بين صفحاتها واكتشفوا علاجكم تعملوا وتعملوا على ما تحصل لا شيء العبيد الملعونون أعملهم جيداً وأطعيمهم ثم يختفون ولا يبقى أحد للعمل ربما تطلق أراضي قصر الأمين عناية شيئة ولكنها قصرية قد يتحدث إذا تمكنت من إعادته الوعي أطلبوا مني بحداً ألا أقترب كثيراً من تلك الحوار حان وقت استعادة الوعي أه يكفي أنا أفضل من الخطير أن تثمل في أخاني كان من الممكن أن يقبضوا عليك تعرضوا للمتاعب مؤخراً قلت إن بعض عبيدك مفقودون حقاً؟ أنا لا أذكر ليسوا مفقودين فحسب بل اختفوا لا يختفي الأشخاص هكذا ليلة أمس لم يعد من الحقول إثنان من عبيدي لم يرى أحد شيئاً لقد اختفيا تبخرا لذا فقد فكرت أن تثمل في مقهى عام حسناً أجل رأسي انظر لا تخبر أحداً سأعود للمنزل لأستلقي أنت هنا بهذا الاتجاه هل أردت شيئاً؟ ليس هنا هناك الكثير من الآذان إذا فهمت ما أعنيه نعم يا سيدي أنواع الشاي المميزة محفوظة في الخلف بهذا الاتجاه انتبه لخطواتك بعني تصرف بشكل طبيعي حسناً لا أحد هنا حسناً يبدو أننا وحدنا ماذا أردت؟ المعذرة على المبالغة في الأمر لكن لا يعلم المرء من يراقبه والتسلل مثير للحماس نوعاً ما رأيت شاحك الأحمر وسمعتك تتحدث عن العبيد المفقودين اختفى عبد آخر من منزل رفي قريب كيف تعرف هذا؟ أنا صديق للعائلة كان الزوج أحد الذين قتلوهم والابن الآن مفقود أيضاً وردته أنهكها القلق ظننت أنا بمقدورك مساعدتها أخبرني بمكان هذا المنزل الريفي إنه في جهة الغرب لا يمنح العبيد ثقتهم بسهولة لكن إذا استطعت أن تفعل شيئاً فسأعتبره معروفاً شخصياً علي العودة إلى علي وأخباره بما اكتشفته من أنت؟ توقف؟ هذا ليه؟ ليس؟ أين الحرس؟ لن يطول على الأمر؟ أيها الحرس، أحدهم فلتقى فينا ماذا يفعلون؟ أرسل شبك؟ يا وسيحن؟ لا، أظلت أن أصبحك فو كتاباً أعربت أن تلاحن وما يفعل بهفجان ذا قريبو الثاني ذم تفرد من الثعابين قريب لا ينبغي لنا فعل ذلك سيعود علينا هذا بالمشكلات فحسب مشكلات أكثر من القتل؟ لقد زبحوا إخوتنا كيف لك ألا تفهم؟ ما هذا يا علي؟ ليس هذا ما اتفقنا عليه أنا أفعل ما يتوجب فعله لا أحتاج إلى موافقتك هل اكتشفت شيئا؟ يختفي العبيد من جميع أنحاء جرجرايا أحدهم اختفى من منزل رفي بالجواء سأذهب إلى هناك وأرى ما يمكنني العثور عليه جيد كان صديقنا هذا ينضي صباحه في الميناء يقابل شخصا نظنه من وشاة الخليفة يمكنك العثور على هذا الواشي واللحاق به حتى ترى ما يقودنا إليه ذلك وأثناء ذلك سنجبر أنا وبيشي صديقنا على التحدث هذا خطأ يا علي دعنا نرى علي البحث عن الواشي ومساعدة الأرملة في العثور على ولدها المفقور الأفضل أن أبقى مستقيمة كنت أشاهد ومساعدة الأمير ماذا دهار؟ مرحباً تسرني رؤيتك ما المتاح؟ هناك الكثير لتطالعه سأجعله كامتداد لذراعك يمكن دائماً تحسين الفتك اتفقنا ستشعر بالاختلاف في الحال لم ترن غراسة نصل كهذا لا شيء آخر؟ يجب أن أذهب وداعاً هذا هو الميناء لابد أن يكون الواشي هنا في مكان ما بخصوص السماقات جدها من دوني سرحنا بلندنا سرحنا بخصوص السماقات المتاحة نالك لابدنا أعدنا لا ملاحظات اليوم علي الذهاب اقترب الوقت وقت ماذا يا ترى؟ علي اتباه لكن يجب أن لا دعه يراني أنت من أريد عليك إرشادي وسأتبعك جيد الآن ابقى حيث أراك حسناً أحسناً؟ موسيقى موسيقى لدي معلمات جديدة قد وصلت بماذا جديد؟ ناهيك عن العبد الذي أخبرتك عنه هناك شخص يحوم في أنحاء جرجرايا يثير التساؤلات أهو من أبلغنا عنه آخر مرة مفتعل للمشكلات بيش؟ هذا شخص جديد يبدو أن أحدا لا يعرف عنه شيئا ما نفع حديثنا أنا أحمل رسائل إلى الزعيم عد عندما تحصل على اسمه موسيقى 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 اشتركوا في القناة كان هذان الشخصان يجمعان المعلومات لشخص يدعى طوغان بن أرسلان لا بد أن أعثر على طوغان هذا لكن أولاً يجب أن أساعد الأرملة في العثور على ولدها المفقود لعل بين الأمرين صلة ماذا ترى يا جيدو؟ اشتركوا في القناة ماذا ترى يا جيدو؟ سأفكر في الأمر ماذا ترى يا جيدو؟ اشتركوا في القناة ليس ولدي ايضا لن اخسره كما خسرت والده ربما هو امن في مكان ما قد يكون تائها لا لقد رحل لم احظى بفرصة لجمع الزهور لجنازة زوجي والان رحل ولدي ايضا لابد ان هذا المعذرة من انت ماذا تريد سامحيني لم اقصد ان افزعك اخبرني مالك المقهى عن مصابك قد اتمكن من المساعدة لا اعلم كيف انا لا اعرفك انك تحتاجين الى زهور لدفن زوجي فقدت مثلك اشخاصا مقربين لكنني لم اتمكن من دفنهم سيشرفني اذا سمحت لي ان اقدم لك ما لم اتمكن من تقديمه لاصدقائي ساجمع هذه الزهور غالبا ما كان يجرب لزوجي بعضا من الزعيطمان اذا احضرت لي بعضها فسأضعها على قبره ماء يدفن كهدية اخيرة مني سافعل ذلك ستكون الزهور بالجوار علي البحث في الارجال اشتركوا في القناة تبدو هذه الزهور التي احتاج اليها انها زهور جميلة كانت لتسر أصدقائي توجدلاً تت inicفلية تنمات حيثhnان تقويش بح height تقويش بحجم كهدية ادراح مدد هيا هيا هناك أحد أباء الثعابين علي تقص الأمر جلبت لك الزهور مع خالص مواساتي إنها زهور رائعة كم أحبها زوجي شكراً لك أهناك ما أفعله من أجلك؟ أحاول أن أكتشف من يأخذ العبيد من جرجرايا أعلم أن ولدك مفقود أجل خسرت والده لن أستطيع تحمل خسارته أيضاً أيمكنك إخباري بما كان يفعله قبل أن يختفي؟ عندما أخذ والده صار تعيساً وبدأ يخرج ليلاً لكنه لم يعود الليلة الماضية سألقي نظرة في الأنحى لعل شيئاً هنا يشير إلى ما حدث يمكنني أن أقتفي أثار ولدها في هذه الأنحى يوجد الكثير من الأعثار هنا تؤدي الآثار إلى ذلك المبنى الصغير أنت هلا هو أيها الحقيقة؟ راقب سيدك أيها الكلب قطعة أخرى لن تمر أيها الأحمر خطة أخرى أحتاج إلى العثور على طريقة للدخول الزيت قليل كان يعمل حتى وقت متأخذ رسالة إنه يذكر مزرعة قريبة علي أخبر والدته بما عثرت عليه عثرت على رسالة من والدك كان يبحث عن الرجال الذين أخذوا والده ذلك الفتى الأحمق لقد ذكر مزرعة قريبة أتعرفين عما كان يتحدث؟ لا، تلك مزرعة طوغان إنها تعج بالمرتزقة إذا ذهبها إلى هناك أرجوك، أعثر على ولدي إذا كان حياً فسأعيده إليك أعيدك ستكون مزرعة طوغان مشددة الحراسة علي التحدث إلى علي بشأن الخطوة التالية عدت أخيراً ماذا فعلت؟ ما وجب علي فعله هذا ما تبدو عليه حريتك أنا لا أتبع عقيدتك ولا أستجيب لأمر المستترين إنه ثمن الحرب سيخالفك بيشي الرأي لا يقود بيشي هذا التمرد إنه يؤدي دوره وأنا أؤدي دوري لكن يكفي ماذا اكتشفت؟ اختطف العبيد المفقودون بأمر من شخص يدعى طوغان بن أرسلان سيحدث أمر جلل قريباً لا أعرف ما هو أما أنا فأعرف قال هذا الرجل إنهم يستجوبون رجالي وسيقتلهم قائدهم بعدها في المنزل الفاخر ذكر الواشي اسم بيشي يا علي إنهم يبحثون عنه ليبحثوا حر الرجالي سأشن الهجوم على المنزل الفاخر قابلني بجوار المزرعة عندما تنتهي يبدو أن هذه المزرعة هي التي يحدثنا التفضل هل تنتهي؟ هل تنتهي؟ هل تنتهي؟ واحدة لا تنتهي بيشي لا تنتهي يبدو أن هذه المزرعة هي التي يحتجزون فيها رجال علي انطلق يا إيه ليست أحر الترحيبات ماذا يجري أحر الترحيبات مهلاً أحر الترحيبات مهلاً الحمد لله ظننا أننا في عجاد الأموات أخرجني علي ينتظر بجوار المزرعة اذهبوا بسرعة ابن الأرمالة ليس هنا أحر الترحيبات 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 تبراً مهلاً ترجمة الإطلاع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تنتظرك والدتك لن اعود الان لقد قتلوا والدي سأقاتل مع الاخرين انت شجاع حسن اقابل علي خارج المزرع اخرجناهم جميعا ينبغي ان اقابل علي بإمكاني انكيدوا لاستكشافوا الان هل الجميع هنا؟ ليمت طوغان بن أرسلان الآن اننا ننتظرك انا مستعد فلنذهب اختطفوكم من منازلكم وكنتم احرارا واحضروكم هنا لتموتوا في حقولهم عبيدا ذبحوا اخوتنا كالكلاب في الشرقية والآن قد اختطفوا المزيد منا لا ليس بعد الآن وعدتكم بحياة جديدة اعطيتكم كلمتي ينضم الينا المزيد يوميا من اقل اهل بغداد مكانة الى اعظمها ان الله معنا فمسعانا حق وقدرنا ان نحقق العدل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله ان الحكم الا لله وصل الله الله بالامر وصلنا وصلنا اتبى المهجم تعدى الحكم في لا ما تضيقك السيdling استهدى ايñى حيكم اشتركوا في القناة فليأتي أحد لمساعدتي شكراً عندما ينتشر خبر الانتصار سينضم العديد إلينا كان طوغان بن أرسلان يحمل أوامر كان سينقل الأخبار إلى رؤسائه في نادي الشرطة في الشرقية قد يكون الرؤساء من أمروا بقتل المختطفين أذكرت أسماؤهم فيها؟ إنها تستخدم أسماء حركية الرخ الأشمبار وحده التنظيم يستخدم مثل هذه الأسماء سأذهب إلى النادي وأرى ما سأعثر عليه حظاً طيباً علي العودة وانتظار بيشي توخى الحذري علي سيطارد الخليفة كل منكم بعد هذا إذا أردنا التحرر فهناك أشياء لا يمكن الهرب منها ينبغي أن أذهب إلى نادي الشرطة في الشرقية مشكلة نادي الشرطة في الشرطة في الشرطة في الشرطة في الشرطة؟ هل سأذهب إلى الخطوة؟ المترجمات لكي على المترجمات لأن هناك أمر موقت؟ المترجمات لكي لا تصل على المترجمات لأسكلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة